موسيقى يا صباح الورد والفل والياسمين وكل حاجة حلوة على حضراتكم في حلقة جديدة من صباح الورد وحلقة نهاية الأسبوع هنبدأها معكم بفقرات حلوة قوي 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 وصباح الخير عليك يا حسام صباح الورد عليك يا سلامة صباح الورد على كل استدار مشاهدين صباح جديد دايما بقبل جديد يا رب وحلقة جديدة من صباح الورد قبل بس ما نبدأ معكم حلقتنا نازم نبارك لتان تيفي طبعا وصولها لمليون مشترك على طبعا قناة اليوتيوب وبنبارك مرة تانية لتان تيفي طبعا وده فضل الجمهور اللي ليه فضل كبير ده طبعا ألف مبروك وعقبال المليون التانية في القريب العاجل يا رب ان شاء الله في القريب العاجل طبعا في صور بتفضل محفورة في أذهاننا طول العمر طبعا مليانة بالعزة والقوة وصور ما بتتكررش كتير وخلينا نقول ملهاش مثيل واحدة من الصور دي كانت طبعا لأول جندي مصري رفع عالم مصر على الضفة الشرقية لقناة السويس خلال حرب بأكتوبر سنة 1973 طبعا الجندي هو محمد العباسي اللي فضل في الجيش لمدة 9 سنين ولتوفى منذ أيام في مسقط رأسه في الشرقية طبعا بنعزي أنفسنا بنعزي كل الشعب المصري في وفاة محمد العباسي واحد من جنودنا الأبطال ورمز من الرموز وبالتأكيد الصورة وهو بيرفع العالم مصري تغضل في أذهان أجيال وراء أجيال من الشعب المصري النهاردة احتفالا أيضا بهذه الذكرى الكبيرة وبدوره الكبير كمان خلينا نقول أنه هيكون معنا ابنه ناصر العباسي اللي هيحكي لنا حكاية كتيرة جدا عن والده وعن الصورة الشهيرة ليه وهو بيرفع على مصر وهيكون معنا كمان تقرير من داخل منزله لأول مرة يتم معرضه أيضا في تان تيفين الله خلينا نقول لحضراتكم كمان فقرتنا التانية هنحلل فيها أداء المنتخبات اللي وصلت دور الستاشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية طبعا بعد ما خلص دور المجموعات هنعرف كمان أفضل الفرص المتاحة لمنتخبنا طبعا المصري قدام جنوب أفريقيا مع المباراة المنتظرة كلنا وضفنا ان شاء الله هيكون دكتور متحة الرشدي الناقض الرياضي وعضو لجنة تقييم الأعلام الرياضي هيكلمنا كمان يا حسين بقى عن التفاصيل أكتر عن أداء منتخبنا طبعا خلال المتشات اللي فاتت يمكن كان فيه ناس مش مبسوطة قوي هيقول لنا ايه أبرز العناصر اللي اعتمد عليها المدير الفني أجيري كمان العناصر اللي لسه على الدكة ولسه ما نزلوش كده نشوف كل ده النهاردة في فقرتنا التانية إن شاء الله وكل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطر كل التوفيق لمنتخب مصر وكن دخلنا طبعا يعني خليني نقول مرحلة الخطر اللي يروح ما يرجعش هلس يعني كل التوفيق طبعا لكل منتخبنا وكل أعضاء المتخب المصري وطبعا مراكو كل الجمهور المصري بشجعكم إن شاء الله يوم السابت نفرح كلنا مرة تانية قبل ما نروح لأخبارنا خلونا الأول نشوف ايه أبرز المنشتات والعنوين اللي موجودة في جرائد النهاردة ونرجعنا نكمل معاكم اشتركوا في القناة 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 لفت النظر هو وصلته وبدأ يضحك وكان مبسوط خالص بالعدد الناس اللي ما كانش متوقعا للعدد الكبير اللي يستقبلوه كان هو قبل هبوط الطائرة المطار الغرباء كان طلب من قائد الطائرة إبلغ المسؤولين في مطار الغرباء والسلطات المطار الغرباء يعني هو مش حرب أن يبقوا فيه صحفين أو يلمين عفوا أستاذ عصام علي صوت حضرتك شوية بأكد لحضرتك أنه هو أبلغ طاقم الطائرة طاقم الطائرة قبل هبوطها في مطار الغرباء أنه هو مش حابب يبقى فيه أي نوع من الصحفين أو الإعلامين أول أنه هو ما يوصل ودعم الحاجات اللي لبيتها بسلطات المصرية يعني داخل المطار وتم على طول إنهاء إجراءات وصوله وعلى طول كان خلال بدع دقائق الإجراءات كلها انتهت وبعدين انتقل للفندق اللي هو كان بيقتن في جنوب في جنوب الغرباء حضرتك صحيح نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام علي الخبير السياحي وطبعا بنتمنى لكل أي حد بيجي على الأرض البلد هنا بنتمنى له أجهزة سعيدة جدا وأعتقد أن هما بيتبستوا وبيبقى فيه أكيد فيدباك بيرجعوا بيها عشان كده حتى احنا شايفين نجوم كتير الفترة بدأ يتنزل مصر وهم بدأوا كمان يبوستوا بعض كمان من جولاتهم في الغرداء يعني حتى محطة بوستوا بيحتفل مع علامات من يختب عيد ملات شقيقته راحوا وزاروا جزيرة أبو منقار طبعا محمية وبالتالي يعني فيما يبدو أنه مبسوط وبيقضي وقت سعيد نتمنى كل مشاهير طبعا بيجوا أرض مصر يكونوا مبسوطين نايمة يا رب ان شاء الله احنا عايزين نروح مع حضراتكم لخبر تاني والحقيقة أنه حوالي كده بعد شهر واسبوع تقريبا كلنا منتظرين عيد الأطحى المبارد ووقفت طبعا بفارغ الصبر بفارغ الصبر هون اللي كتير طبعا من المصريين زي حسان كده بيستغلوا أيام الأجازة دي عشان يسافروا بقى ويصيفوا ويروحوا ويجوا مين قال أنا ها مستغلها؟ طيب أنا هاقول لك مفاجأة دلوقتي احنا عندنا مفاجأة يا جماعة مفاجأة أن عدد أيام العيد هتزيد وهتوصل لتسع أيام ازاي ده هيحصل؟ وهل ده هيأثر ولا لأ؟ خلينا نستقبل اتصال من الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمهد القومي للبحوث الفلكية صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك صباح النور وأهلا بحضرتك صباح الورد يعني خبر سعيد والأعياد دايما بتفرحنا وبتبسطنا وفيه تسع أيام أجازة جوم ازاي بقى؟ يبدون القياسات الفلكية المرادي في صالحنا أحب أوضح الأول أن إن شاء الله في العيد الكبير إن شاء الله هيفون كل الدول الإسلامية مع بعض بشي أحصل المشكلة اللي حصلت في العيد الشغير تمام لأن في شغال كان مدة المقشل للإيلال ولإيلة ففي الدول كانت بتاخد العساب الفلكي ودول بتاخد بروية فاختلت فالأسس كان العيد على حوالي عربعة أيام في بلاد عملويته الثلاث بلاد الأربع البلاد الخميس بل يقال إن جمولي إثمالي كان العيد عندهم يغلي اتنين مدعا يعني علامة استثمام كبيرة طيب دكتور العيد إن شاء الله الكبير هيجي تسع أيام أجازة الناس كلها بتستفصل وعايز تعرف إزاي إن شاء الله العيد الكبير مفرش مشاكل إن مدد مقص كبيرة فالعيد الكبير هيكون يوم حداشر أغسطس فالسبت طبعا بيبقى أجازة لأنه وقفت العيد وبيبقى فيه ثلاث أيام التشريق اللي بعد يوم النهر لو يوم العيد أجازة يبقى عندنا لحد يوم الأربع أجازة فلما يكون طبعي الخميس في الأسبوع اللي حكومة بتدي أجازة فعندنا من يوم الجمعة الجمعة يبقى تسعة أغسطس من الجمعة للسبت اللي بعدي لحد السبت اللي بعدي حيبقى أجازة تسعة أيام أجازة ده جواب نهاية يا دكتور ولا احتمالي الخلسات تتغير بتهيق لي ده غالبة إن شاء الله إن شاء الله احتمال كبير يعني أغطرون مية في المية ده يزعى الحكومة عطت يوم الخميس أجازة الخميس يلي الأربع اللي هو آخر أيام التشريك لكن إن شاء الله بداية بدأ العيد يوم العيد حيكون في كل الدول الإسلامية يوم 11 يوم الحد 11 أغسطس ونحن في مصر بننتظر إعلان السعودية ونتظر الفتاة مبتعلنش عن بداية سلحية بننتظر الإعلان السعودية وهو كمان التوحد في المناسبة دي ببقى يعني أكثر قابلية لأنه طبعا مرتبط ب خلينا نقول بالشعائر الدينية بشكل كبير جدا فطبعا لازم الجميع يتغفق فيها فأحنا بمرتبطين ووقفت على فتاة حديث المفتي ينتظر إلى يتم إعلان في الشعودية ونتبع الشعودية أحنا بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد غريبي وأستاذ الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية خلينا نقول دي بشرة سعيدة كده تمبسوت أنا حاسك حسين ببسط وش ونور كده ما شاء الله صح؟ صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة نابض هنا للقاهرة النهاردة ذكرى إنشاء إذاعة صوت العرب أو الإذاعات المصرية اللي بثت إرسالها لجميع أكتار العالم باللغة العربية واللي بيمر النهاردة تقريبا ستة وستين سنة على تأسيسها الإذاعة كانت وسيلة استخدمها الرئيس الراحي الجمال عبد الناصر لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومنهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية وأحيانا الإفريقية فكرة الإذاعة كمان بدأت لما تم بث برنامج بنفس الاسم على إذاعة القاهرة وبعدين بدأ الموضوع يتطور وتم تأسيس إذاعة مستقلة سميت بعد ذلك بصوت العرب وكان صاحب فكرة التأسيس طبعا واحد من أعلام السياسة والإعلام في مصر الدكتور محمد عبد القاطر حاتم اللي تولى بعد كده منصب وزير المعلومات المصري أي وزير الإعلام يعني في وقتها تعالوا بقى نسترجع معكم كده بعض الذكريات خاصة كمان اللي معايشوش في الفترة دي ونرجع نكمل محاضراتكم القاهرة تنادي أمة العرب أيها العرب في جميع أنحاء العالم هذا صوت العرب الناطق بلسانكم المكافح من أجلكم المعبر عن وحدتكم نوافيكم به من قلب الأمة العربية المجيدة من القاهرة طيب يعني بعد ما سمعنا هذا المقطع خلينا نروح لإتصال مع أستاذ محمد نوار رئيس الإزاعة المصرية وموزيع صوت العرب لمدة تزيد عن أربعين عام ونهني طبعا بذكرة أسيس الإزاعة صباح الورد يا فندم يعني إزاعة صوت العرب كان طول عمرها مش فقط وسيلة إعلامية عادية لكن كان كمان صوت للثورة والمقهورين والمظلومين في كل العالم وتحديدا أيضا في الأمة العربية بعد مرور كل هذه السنوات خلينا نقول هل إزاعة صوت العرب ما زالت بنفس الحضور والقوة طبعا زي ما كانت في وقت انطلاقها قبل كده لا ما زالت لا لكن إن شاء الله ستكون ما زالت هي كغيرها من وتل الألام من بدءا من المقروء المسموع المرئي ما حدث من تطورات تكنولوجيا وما حدث من تطورات سياسية والعلمقرية الصغيرة فبالتالي هي دورها اليوم لا لم يعود كمكان ولكن إن شاء الله سيتكون لأنه أنا بتوقع وأنا بقول لحظات في بداية هذا الحوار القصير إنه في خلال أعوام قليلة سيكون فقط الموجودة على الساحة وده طاقة شخصي الإزاعة والسوشيال ميديا يمكن يتراجع التليفزيون كثيرا لكن ستنتشر الإزاعة والتالي الواضح على الموقات الاسم اللي بتطلب في دول العالم من الاتحادة والالتصالات يعني طلبات يومية متزايدة في كل أنحاء العالم بدءا من دول العلم الأول للعلم الثالث وربع وخاني وبتاخد أشكال مختلفة يعني نشوفنا كثير من الإذاعات بدأت تطلع أونلاين كمان فيمكن نشوف صوت العرب كمان إذاعة بداخله كمان على الإنترنت اللي تخطب الأجيال الشابة في كثير من الدول العربية هل ممكن عايزة أقول لحضرتك هو الموضوع رسيط للغاية يعني ما بدأت بها وطبعا هو رئيس جمال عبد النصر لما بدأت إذاعة صوت العرب برسالها في يوليو 53 كان مطرقا ادراكا تاما لأهمية الإذاعة المسموعة ودورها الشهد فبالتالي دعمها بكل أشكال الدعم الضرح فكرة صوت العرب كان من كلا الدكتور عبدالقاد الحياة الموضوع والتنفيذ بدأ بنصف ساعة إلى أن وصلنا إلى 24 ساعة الدعم المستمر دعم قوي دعم فعال دعم لا متناهي وصل بهذه المحطة إلى ما وصلت إليه في ازدهرت في فترة الخمسينيات والستينيات ولكن جاءت بداية من حرق يونيو 67 فتراجعت ودور صوت العرب بصفة قصة ثم جاءت مكتوبا لطنقض من جديد صوت العرب ثم جاءت القطيع العربية في عام 79 لمصر واستمرت لمدة 10 أحوال وده أثر تأثيرا كبيرا على دور صوت العرب لكن فكرة طيب أستاذ محمد لو تسمح لي لأنه فيه كتير من الأجيال يمكن جاء وقالة جاء وقالة أعايز أقول لحرزك أنه مكتوب الانترنت ما هي يعني ما تمثل شاعات بسم المأمس مخلوبة لأنه إحنا لما نبدأ نعرم المحطة أو نخلي صوت العرب ترجع تاني أنا أدي التعليمات بأنه صوت العرب كل الأغاني المزاعة على موقاتها تبقى أغاني عربية على مدار اليوم بسبة الأغانية المصرية ستقل كثيرا كثيرا فإحنا نقدر نعيد الاتفاقات مع الدولة العربية يرسلوا مزحين ومقدمة برامج إلينا ولا نرسل إلينا لأنها المحطة في القاهرة فلما يوصدون من جديد ما استطيع أن ننشئ محطات في واحد وعشرين دولة عربية الدول التي تستطيع أن تساعد ستساعد الدول التي لن تستطيع أن تساعد سنساعدها نحن فبالتالي هنا تنتشر من جديد صوت العرب عبر هذه الموجات الأكثر دي خطة طموحة بالفعل نتمنى نشوفها على الأرض الواقعة حضرك أستاذنا طبعا واحد من كبار الإعلاميين وإذاعة صوت العرب كمان كان فيها خلينا نقول قامات إذاعية كبيرة بس يمكن فيه كتير بقى من الأجيال الشابة والنشأة جديدة ما تعرفش قد إيه قيمة هذه الإذاعة كانت مهمة في توقيت بداية نشأتها لو حضرك طبعا من وقع الذكريات لو ممكن تحكي لنا أيضا بعض المواقف اللي كانت مؤثرة من إذاعة صوت العرب في المحيط العرب يعني أنا أذكر مثلا في بعض المقاطع على يوتيوب كان تم إعلام بيانة ثورة التحليل الجزائرية من صوت العرب لو حالك أيضا لديك أي برضو مواقف جميلة ممكن تحكيها للشباب كمان عشان يقدروا أهمية هذه الإذاعة من أولا فيما يتعلق من الأجيال الشابة الحمد لله أنه ربنا أنا وعلينا بنعم يعني السوشال ميديا والإنترنت ووسائل التواصل فالحمد لله تحولت إلى ذاكرة أو زواكر يعني مستقبلية والحياة ووسائل تأمنها وابقى في أكتر من يعني موقع للحفظ فيمكن الاحتفاظ بالحمد لله هذه الأعمال في الأجيال الجديدة يمكن أن تعود إليها في أي وقت وتستمع إليها وتسمع نماذج من الأعمال لكن المواقف الشخصية مثلا أو حتى الأصدقاء أو حتى كبار العالمين لحركة تذكورها ممكن تحكيها نضيف بقى إلى الذواكر لحركة بتقولها لا يعني المواقف كتيرة المواقف لا تحصل المواقف لكن المواقف عايزة حلقة آه عايزة حلقة يعني المواقف عايزة حلقة صحيح قل لنا واحد كده مهم في تتذكروا حتى ممكن ما كنتش حضرت لك تتذكروا بقوة يعني خلينا نقول فضل في ذكرتك لسنين طويلة مثلا آه يعني آه يعني يعني عايزة أقولك إنه أحد السامن وزارة العرب وانت يكلمني عن أنت دورسة العرب وزارة وزير عرب يعني وزارة السنوات طويلة بعد أكثر من عشر سنوات السنوات راجعني مرة أخرى وقال لي لا أنا كان بيعتقد أنه دورها انتهى وكان بيعتقد أنه خلاص المرحلة دي ولت ولكن الحقيقة لا طبعا زي هو اللي حملتك الفكرة في النواية أولا نصفة العرب تقوم على العمل الجماعي من يوم ما بدأت وهي تقوم على العمل الجماعي بشكل يعني متناغم بشكل منسق بشكل جاعة انتباعا من العمل الجماعي يمكن أن يحق بلتاك بالتالي نجاحها ده أدى إلى استمرارها أدى لأنه لما السيد الرجيس هذا تقليل لأ فعلا دورها مستمر وزي ما أقول لحظاك بممتاز ولا نقدم ننشأ محطات الاستقبال الـFM على مستوى الـ21 دولة وبعدين يعني هاستوى العرب كانت عبرها للخدوة القرات وستظل عبرها للخدوة لأنه بس مش تأثيرها كان في المغرب وكذير وتونس وفلسطين قضية العرب الأولى واليمن ولكن تأثيرها والأمريكا الكنوبية وكل دولة كانت تعاني من الاستعمار القاسي وهكذا كانت صوت المظلومين والمقهورين والمتطلعين للتحرر دائما بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد نوار رئيس إذاعة المصرية وموضيع الصوت العرب بشكرك شكرا جزيلا نفكر كمان كده يعني برضو للمعايش هذه الأجيال أنه إزاي كانت هذه الإذاعة مهمة هنعرضك بيان ثور التحرير الجزائر من القاهرة في ذلك اليوم بندائها التاريخية إلى الشعب الجزائري أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية أنتم الذين سيستصدرون حكمكم بشأن نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل إن هدفنا هو تحقيق الاستقلال في إطار الشمال الإفريقي ورغبتنا هي أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها وبعض محترف السياسة الانتهازية نحن نعتبر أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاء قد أدركت مرحلة الإنجاز النهائية إذا كان هدف أي حركة ثورية هو خلق الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية ملتف حول قضية الاستقلال والعمل إن أحداث المغرب وتونس تمثل عمق خلينا خلينا نروح مع حضراتكم لخبر إيجابي آخر وهو وزارة الداخلية هتبدأ النهار ده ولمدة شهر المرحلة التمنى من مبادرة كلنا واحد واللي هتكون فيه 690 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ده طبعا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بتصل إلى 30% طبعا ده التخفيف كمان العب عن كهل المواطنين وتنفيذا لتوجيهات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي طيب الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة عقدت عدة لقاءات مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى وأيضا المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة التمنى من المبادرة وده للاتفاق على توفير السلع الأساسية وطرحها في الفروع بجودة عالية وأسعار مخفضة خلينا نعرف أكتر عن المبادرة والسلع اللي هتكون متوفرة وأسعارها ونرحب بدفنا الأستاذ صالح عبد الحميد مدير سلسلة سوبر ماركت مشارك في هذه المبادرة صباح الورد يا فندم صباح الورد يا فندم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يعني تفاصيل أكتر عن المبادرة عن السلع عن نسبة التخفيضات هو حضرتك المبادرة جاءت في كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيسي الجمهورية والبنية أوزارة الداخلية بأن توفير السلع الأساسية بتاعة البيت يعني حضرتك زي الرز السكر المكرون الزيت السمنة بأسعار مخفضة بدون نسبة تحمل على المورد وبالاتفاق معها في خلال شهر تمام ويكون البضاعة متوفرة بأسعار مخفضة عن الأول المواطن يلمسها يعني توصل حضرتك اللي هي مثلا 30 أو 40% من إجمال الخصومات اللي هي غير الطبيعي بتاع الأيام العادية تمام يعني أنا عايزة بس أستفسر أكتر هل حضرتك البضاعة دي بتبقى أو المنتجات دي بتبقى في السوبر ماركت الخاص بحضرتك وبتحط عليها التخفيض ولا حضرتك بتوردها لمكان معين لا لا عندي حضرتك في السوبر ماركت عندي وعند فيه مجموعة ثلاثل تانية معايا تمام عملت نفس المبادرة بنفس الأسعار هي والاتفاق مع التوريد من مكان واحد إنه ناخد بنفس الأسعار دي لمدة شهر أنا وكذا حد تاني يعني وصلنا حوالي عن 690 فرع أو 700 يعني مع حد 670 منفذ إنه نبيع بهذه الأسعار خلال تلك المبادرة طيب كلام حلو جدا بس خليني أسأل حدرك برضو أنا كمواطن رايح أشتري من السوبر ماركت معين أعرف منين إذا كان ده عنده عروض أو لا هل حضرتك حاطت اللفتة أو حاجة مثلا معينة آه آه طبعا يا فندم إحنا اللي بيشترك في المبادرة بيحط اللفتة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد ده بيبقى متعاون إنه هو يبقى عنده الأسعار المخفضة الاستراتيجية للمنزل لكن غير كده ما يبقاش عنده يفتأ أو ما يبقاش دخل مبادرة وما يعرفش عنها أي حاجة لو ممكن نقول بعض السلع أسعارها بعد التخفيد قد إيه؟ يعني بتصل حضرتك مثلا بالنسبة ما بين تصوح ما بين 30 أو 40% في بعض الحاجات يعني من 30 ل40% إحنا قلنا المنتجات اللي هي زي مثلا الرز والزيت السكر الدقيق صحيح؟ أه المكارونا السمنة المكارونا سمنة رز سكر زيت في حضرتك عندي حاجة تانية بعد كده بنخش حضرتك في المواد اللي هي الألبان مثلا اللي هي جميع ملتجات الألبان بنخش حضرتك برضو على الخضروات طب اللحم والفراخ لا المهمة برضو والفراخ طبعا الفراخ أستاذ حسام حضرتك أيها صباح البرد منور حضرتك الفراخ طبعا أصدحين على إيد فإحنا بنسأل برضو عشان الإيد آه آه طبعا أنا عندي اللحمة كندوز حضرتك ببحة 89 جنيه آه دي مش عند حد هولد برد أرخص 70 جنيه أو 50 جنيه من آه وفي المبادرة برضو يعني دي برضو في المبادرة أنا وبعض المحلات آه لكن دي لحمة مصري ولا لحمة مستوردة لأ لحمة كندوز 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 آه لحمة كندوز مصري آه آه في بقى اللحمة المستوردة سعادتك اللي هي آه بتوصل سعرها ما بين مثلا آه 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 66 آه 66 ونص بترجع ما بين المفروم واللحمة اللي هي المكعبات غل فراخ في فراخ بقى عندي اللي هي السيارة حاجة كويسة طبعا سألتك أجد عرفها آه عليها برضو في المبادرة وبتعمل يعني حاجة كويسة احنا بنشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا مبادرة استاذ صالح عبد الحميد مدير إحدى السوبر ماركت المشاركة في المبادرة نشكر وزارة الداخلية جدا جدا يعني 690 فر على مستوى الجمهورية الناس تقدر تنزل تشتري فيهم بالبضائع أو المنتجات مخفضة من 30 إلى 40% اعتقد يعني السعر مناسب جدا لجميع حتى استاذ صالح قال اللحوم والدواجن وهكذا كله عليه تخفيضات نشكر طبعا هذا الجهد بتاع وزارة الداخلية الحقيقي يعني في كل اتجاه شكرا جزيلا يعني انزل بقى اشتري شوية لحمة وفراخ وحاجات شانع عارفاك انت تحب تهتم بالحاجات زي بنتي يا بقى حتي يجيب حاجات بايزة غلط حاجات غلط طيب هنروح معكم لخبر تاني والحقيقة خبر جميل والواحد مبسك جدا الحقيقة اهمية حد طبعا زي العالم الكبير المرموق دكتور فاروق الباز لكن فيه تفاصيل كمان كتيرة يمكن بنعرفها لأول مرة طبعا فيه موقع مشهور جدا اسمه شير امريكا لان الموقع ده هو تابع لوزارة الخارجية الامريكية احتفى بالعالم المصري الكبير فاروق الباز واللي بيلقبوه بالملك زي ما قالوا تكريما لمصر طبعا والملك فاروق وقت الحرب العالمية التاني دكتور فاروق الباز بيعتبر واحد من اهم العلماء على مستوى العالم كله زي ما بيقول الويب سايت اللي درب رواد الفضاء في عملية الهبوط على سطح الامر واللي حاليا كمان بيدرب الطلاب في جامعة بوستن على كيفية استخدام صور الاقمار الصناعية واجهزة الاستشعار الاخرى للدراسة كوكب الارض وهو حقيقة كمان بيرقص مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوستن بالاضافة الى مجموعة كمان من المراكز العلمية وخلينا نقول البوستس العلمية في كتير من الجماعات الامريكية الباز كمان بيقولوا عن دوره في برنامج ابولو الخاص بالهبوط على سطح الامر هو بيقول يعني كنا ندرك ان عيون العالم كانت تراقب عملنا طبعا فيما يتعلق بابولو 11 تحديدا اللي سفرت الى الامر في 1969 كتب كمان بعد كده كتاب اسمه ابولو فوق القمر بالاشتراك طبعا معدد كبير من اللي قامه بهذه المهمة وهو اللي تم تحويله وكتير من الشباب عارفين الموضوع ده لحلقات ستار تريك الجيل التاني طبعا موسم 1988 لموسم 1989 لانه طبعا مشهور جدا المسلسط ده بس نحن نتكلم على النسخ قديمة شوية لغاية نهارده لسه منزل منها مختلفة لأنه واحد من أهم تيفي شوز على مستوى العالم قامة كبيرة طبعا وإحنا بنفرح جدا جدا لما بنلاقي أن مواطن مصري عالم زي دكتور الباز وبيحصل له تكريمها كذا أو يمكن جبنا يا حسين كذا مرة ناس كتير جدا إحنا بنفتخر بتحس كده أن في حاجة بتخليك تبقى مفتخر جدا جدا وهو كمان إحنا نتقينا به في بردامك صباح الورد الورد كمان كنت لي شرف لقاء وهو رجل شديد التواضع شديد الحب للشباب شديد الحب للشباب يعني كل الشباب يعني ممكن يبقى وقف علماء كبار والشخصيات سياسية مرموقة لكن تلاقي وقف يتكلم مع الشباب ويهذر معهم ويحكي لهم تفاصيل عن شبابه وبمنتهى الأريحية والزوء والتواضع الجنب الحقيقي التواضع العلماء حقيقي خلينا نروح مع حضراتكم لخبر آخر ويمكن كلنا مرينا به وشوف نين بارح حصل عطل كبير جدا فيه السيربرات فيسبوك وطبعا بالتابعية العطل ده أثر على مستخدمي تطبيق وعتساب انستجرام كل التطبيقات اللي كانت تابعة للفيسبوك العطل استمر عدة ساعات منع المستخدمين من انهم يقدروا يبعثوا او يرسلوا او يوويس نوت او صورة او فيديو او مختلف الملفات بشكل مختلف انواعها طبعا ده كان حديث رواد السوشل ميديا خلال الساعات كله بدأ يقول هو المشكلة عندي انا والذي مشكلة عموما موجودة فريق فيسبوك نجح في ان هو يعيد الخدمة طبعا كما كانت صباح اليوم وكلنا شوفنا ده بس يعني دايما بيبقى او مؤخرا بقى فيه اعطال كتير جدا بتحصل في الابليكيشنز فخلينا نعرف اكتر ايه اللي بيحصل من دكتور وليد حجاك خبير تكنولوجيا المعلومات صباح الورد يا دكتور صباح الورد على حضرك وعلى حضرت المشاهدين أعلم بحضرتك دكتور وليد يمكن مؤخرا بقت تحصل اعطال كتير في الابليكيشنز الخاصة بفيسبوك يا ترى ده ليه هو طبعا عدد المستخدمين اللي موجودين على الفيسبوك بالمليار يعني بالمليارات يعني وبالتالي اي عطل صغير بيحصل بيسمع بسرعة منظم الاعتماد الناس كلها على السوشل ميديا واتب وانستجرام وفيسبوك فالموضوع يبتدي يتفاقهم بشكل كبير جدا في وقت قصية وطبعا هي أصلا السوشل ميديا خلت العالم كله بقى في مكان واحد حتى في الأخبار العادية وبالتالي ده بيعمل نوع من أنواع تزاحهم في وقت ملوات لما الناس كلها تسمع أن فيه مشكلة فكله يكش يجرد يشوف المشكلة دي عنده الوحده ولا عند ناس تانية كمان معاه ولا دي حاجة عامة فيبتدي يجرد فده يعمل تزاحهم أكتر ويخلي الموضوع ينتشر أكتر مع طبعا إن بارح كان كل الوسائل وقعة يعني كل الحاجات كل حاجات يعني كل الحاجات اللي هو مقصود دي المالتي ميديا دور فيديو أي حاجة مالتي ميديا فكانت مش شغالة وبالتالي كل اللي جهتواصل مع حد ليه برا مصر سواء في شغل بقى سواء في معاملات عادية ومتصابات عادية بكل ده انفصل تماما لدرجة حتى احنا في خدماتنا العادية اليومية بقيت الناس بتبعط لبعضها الدوكمنت اللي محتاجينها صورة بطاقة أو باسفورت بالواسطة صحيح على الواسطة وبالتالي حصل حالة يعني من الشرل الجزئي لمعظم الناس وبدأوا يشوفوا ايه المشكلة دي سببها ايه ولكن هو طبعا فيه ناس قالت أسباب أنا شايف إنها ممكن تكون بعيدة عن المنطق شوية إن ده وراء عوامل سياسية بشكل أو بآخر فأنا أستبعد القصة دي ولكن فيسبوك نفسه صرح الساعة 2 الصبح النهاردة فجر اليوم النهاردة 2 الصبح بتوقيت أمريكا إن المشكلة اللي حصلت دي كانت على سيرفر الميديا بتاعت الفيسبوك اللي أفتر على الفيسبوك والإنستجرام والوصف تمام طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد حجاج الخبير التكنولوجي وأعتقد يا حسين فعلا الناس كلها بقت تستسهل قوي تستخدم الأبليكيشن زعموما عن النهية بالنسبة لي الظاهرة إنه الناس مبراحكة تتجننت لمدة ساعتين ثلاثة كأن الحياتها وقفت وده شيء غريب جدا نحن وصلنا لهذه المرحلة يعني خلينا نقول منه حياتنا مش هتمشي بدون هذه الأبليكيشن وده يعني حاجة تحتاج للتأمل خلينا نقول طيب هنروح بقى معكم ليه خبر تاني وخبر مؤسف جدا النهاردة ساعة ستة مساء في صالة كريستي في لندن هيتم بيع تمثال توت عن خامون المصري طبعا حركوا عارفين القضية دي بقى لها تقريبا شهر مشتعلة ومصر قامت بعمل إجراءات قانونية ودبلوماسية وقضائية من نيابة العامة كمان ومن الجهات المختلفة عشان يتم وقف بيع التمثال لكن حتى الآن سيتم عرض التمثال اليوم للبيع بالسعر أولي سبعة مليون دولار سبعة مليون دولار وبعد ذلك طبعا اللي حابب يزود طبعا اللي يزود لأن ده مازال ممكن يا حسام على مدار اليومين اللي فاته كان في محاولات تم إطلقها على السوش الميديا بالتظاهر هناك طبعا للضغط وتقديم رسالة واضحة للمسؤولين بأن الأثار المصرية ليست للبيع خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر وهذه العملية من دكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الأثار المسترد بوزارة الأثار صباح الخلي يا فندم صباح النور يا فندم على الحالاتك وعلى السبب أهلا بحضرتك يعني طبعا زي ما حسام ألف البداية هو خبر مؤسف بس إحنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر من حضرتك وفي الحقيقة طبعا وزارة الأثار ممكن أنا كان ليا الشرف أن أنا كنت ضيب مع حضرتكم قبل كده وكالبنا عن موجودات وزارة الأثار في استرداد الأثار والحمد لله كنا نحن نحن نجاحات كبيرة جدا ولكن صلاة المزادات وخصوصا الصلاة الكبرى زي كريستيز وزي سوسيبيز وزي بونا دول من الصلاة المزادات اللي هم بيروحوا دايما للدول القوانين بتاعاتها بتسمح بالاتجار بالأثار وفي نفس الوقت بتحمي دايما صلاة المزادات يعني احنا تحرقنا أول علمنا بالمزاد لأن من خلال من أكثر من شهر احنا تحرقنا على طول مع كل الجهات المصرية مع مكتب معاني النائب العام ادارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية مع كافة الجهات المصرية مع الصفارة المصرية وعملنا مجهود كبير جدا ومع اليونسكو كمان منظمة اليونسكو ومع منظمة الايكم نحن نقدر نصل على نسخة من المستندات ولكن هم دايما كانوا متعنتين جدا معنا وكان ردهم ان البوليس الانجليزي طالع على الاوراق اللي في حاوزة صفارة المزادات وأكدوا انها خرجت بطريقة شرعية من مصر ولكن احنا كان اصرارنا الكامل ان احنا لازم نشوف المستندات دي لان احنا كان عندنا قضية وممكن لما كنت عند حضراتكم انا اتكلمت فيها عن الثابوت المزهب اللي كنا دايبينه من المتربوليتان كان الاوراق بتاعته مزورة وحنا قدرنا نزل فيها لما شفنا الاوراق نفسها والجانب الامريكي كان متعاون في ان احنا نقدر نطلع على المستندات دي والحمد لله نجحنا لكن المرات دي لم تسنحنا الفرصة بالاطلاع او ما ممكنناش من ده رفضوا تماما لان القانون الانجليزي قانون الانجليزي بيضع عاطق الاسبات على بلد المنشأ وليس على الحائز يعني انا لازم اثبت من خلال اوراق ان هي مسجلة في مصر ومنشورة علميا ولها صورة ولها رقم في السجلات المصرية هو ما لم يحدث لان هذه القطعة ربما خرجت من طريق الحبر خلسة منذ عشرات السنين عشرات السنين طيب احيانا كمان كتيرة بيكون هوية اللي بيشتري الحاجات دي مش معروفة هو حضرتك طبعا اصبت كابت الحقيقة زي ما بيقول ولم يترمي الاعلان مش هيعلنوا عن هوية المشتري ازاي بقى تقدروا تتراكوا الموضوع ما انا هقول لحضرتك الحاجة اولا في مثل بيقول ما لا يأخذ كله لا يترك كله بمعنى ان هم متخيلين ان مصر ممكن خلاص كده المجودات ويف لا طبعا احنا متابعين حاجات كترة جدا لا يمكن الكشف عنها دلوقتي ولكن اللي انا اطمن حضرتك به ان احنا الحمد لله لنا ناس بتشتغل بكل الاماكن بما فيها الناس اللي موجودين في المزاد نفسه هنعرف كواس جدا مين اللي ممكن يكون حصل عليها ولكن انا اقول لحضرتك قانونيا هو القانون الانجليزي لا يسمح بالاعلان عن عن المشتري الا بتحقيق جنائي تحقيق جنائي واحنا احنا مكتب معالي نائب العام في انابة قضائية للتحقيق في هذا الموضوع ومن خلاله سيتم الكشف عن المشتري وسنتتبع هذه القطعة الى مال نهاية الى مال نهاية يعني فاحنا لن نسكت ولكن وسيكون لنا رزوط قوية مش هنعلن عنها حاليا ولكن لكل حد حديث زي ما بيقوله ولكن احنا في كل الجهات المصرية مستنفرة بهذا الموضوع وفي مليال السرداد الاثار بصفة عام طبعا السؤال الاخير دا حراج سريعا من فضلك يعني تم الاعلان انه هيتم بيع هذه القطعة ب7 مليون دولار كطبعا مبدئيا يعني اولي وطبعا من المعروف انه هيتم طبعا تصاعد في السعر على شيء ممكن بس طبعا الرقم كبير طبعا اي شيء متعلق بتطعان خاموني تعرف العالم كله مهووز باهمية القطعة دي ايه يا فندم انا هقول لحضرتك على حاجة مهمة اوي اولا هم الناس متخيلين ان فيه صالات المزادات بتعمل زي بروباجندة ودعاية على اساس تعالي السعر هي رأس للاله امون في شكل تتعان خاموني طبعا احنا بالنسبالي انا كمصري وكأثري لا تقدر بسام اي قطع بالقانون المصري اي قطع اسرية لا تقدر بالتمام وفي نفس الوقت انا بالنسبالي بيتساوى كل القطع الاسرية لان انا بعمل على استعادة اي قطع اسرية خرجت من مصر غير شرعية على مصر السعر بالنسبالي هم بيعملوا دعاية عشان يعلوا السعر ولكن زي ما بقول لحضرتك احنا يعني عملنا كل ديهات المصرية المسؤولة ساهمت في الموضوع ده واحنا لغاية دلوقتي ممنتظرين ان شاء الله هنشوف ايه وربنا يسهل ان شاء الله يكون فيه نتيجة ان شاء الله وزي ما حراك قلت هنفضل ورا هذه القطعة مش هنسكت بنشكرك شكرا جزيلا ان شاء الله نشوف عودة هذه القطعة لمصر ان شاء الله طيب نروح لفاصل نروح لفاصل نرقل حضرتكم مارتانيا ستنون شكرا جزيلا اشتركوا في القناة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة على جمهورية مصر العربية في حرب سيناء الساعة اثنين وثلاث واثنين وثلاث ديت إلها مغزة في البطلات بتاعته لأن هم أثناء طلوعهم إلى الساتر الترابي بدل ما يطلعوا هم المهندسين العسكريين تفتح الصغرة لا هم طلعوا وبدل ما يفتح الصغرة من تحت يفتح الصغرة من فوق فهدهم زمن قياسي قبل ما أي وحدة تانية تطلع خط برليف لحظة رفع العلم في بداية الحرب أن هتطلع أول ولأجابهم تعليمات من القيادة العسكرية هتطلع أول غلالة نيران مدفعية ثم طيران ثم مدفعية ثم عبور مشاء أثناء المدفعية عبور القارب العسكرية أثناء المدفعية كنا بنتكلم عن علامة النصر ونتكلم عن أحداث ألف وتشعومية تلاتة وسبعين فكان بيظهر على على جميع وشه وعلى ملامه يعني علامات النصر والفرح والسرور دي عالم من العالم الشارعية كلها ودي يعني فخر لأي واحد في الأورين أن الرجل من أول ما رفع عالم مصر وراجل نشهد به بالطيبة وحفظ القرآن ودائما في الخير وأنا طفلة حفظت من القرآن من تلاوة القرآن يوميا يوم الفجر كان يجعد جدام الأوضة بتاعتنا ويتلق قرآن كنت حفظ القرآن عن تسميعه ليه ليه من صلاة الفجر الله يرحمه ورحمة الله عليه هو كان بحفظني القرآن وكان بعلمني وكان بذكر لي وأنا عزة العزاج يمكن زي ما حضراتكم شفتوا معنا في التقرير احنا النهاردة بنتكلم عن باطل مصري باطل اسمه محمد العباسي يمكن اشترك في حرب 67 حرب 73 في 6 أكتوبر لكن اشتهر بأنه أول من رفع عالم مصر على أول نقطة تم تحريرها في معارك أكتوبر 73 النهاردة احنا معنا ابنه الحج نصر هيحكي لنا بقى عن ذكرياته معاه وحكويلي والإخواته كمان الخمسة أهم الحاجات اللي قال لهم كان فيه كواليس كتير أكيد في حياته هنحكي عنها النهاردة مع ضفنا اللي بنوارنا أهلا بك حاج نصر أهلا بحضرتك وطبعا خالص تعزينا والبقاء لله شكرا لساته أهلا بحضرتك خالص تعزينا شكرا لكل المصريين اللي عزونا على مستوى السوشيال ميديا والإعلام وفي البلد عندنا في كل منطقة عز البلد برى مصر وداخل مصر هلأك بتقول لي قبل بداية اللقاء أنتم كنتش متوقعين حجم الاحتفال الكبير بالشيخ العباسي ودرجة أن كل ناس كان بيجيلكم كل وطن العربي التعزيات جاي من كل وطن العربي لكن اللي احتفال في البلد نفسها ما كناش مش كنا عامل التاستعديات الناس قالت هنستنى الجنازة العسكرية الناس قالت هنستنى المحافظة الميجية قلنا إكرام الميت دفنه نحنا بنعجل بالدفن فلما رحنا للمسجد عشان خطر بنعش عهدي مفوش أي حاجة صلي عليه عشان نصلي عليه فإحنا في المسجد طلبة المدارس كان كل لسنة بيروح يحب هو الشباب ويحكي للشباب عن انتصارات اكتوبر فطلبة المدارس جابت عالم مصر ولفت به النعش زي ما ظهر في السوشيال ميدي بعد كده وطلبة المسجد ده طلبة المدارس هم اللي جابوا إحنا ما لسقناش أي حاجة إنتوا اتفاجئتوا هاتفاجئنا صحيح بالطلبة رح جابين العلم ولفيني النعش بالعلم وإحنا طالعين بالجنازة نعش براء المسجد إحنا عمينا حسابنا عشان الجو حر ونحطها في عربيات وإن تكرى الله ما لدينا فيه مسافة بين المسجد وبين التراب المقابر فالشباب قالوا مش هيركب مصر إحنا هنشول على اكتفنا هنشيل قالوا إحنا هنشول على اكتفنا هو شل البلد في الحرب إحنا هنشول على اكتفنا في الحر الله فالشباب كان يومها شباب شغية شباب مدارس طلبة منفعلين طريقة مش هيرف أنا كنت مشو بتوقع ما هي ما توقعتش يعني أنا كنت حاس إن أنا مش في حاجة أنا طلعت يعني متأخرا في مسجد العربية قلت العربية مش شدة فبوس قلت النعش قدامي بيجري بالطلبة والشباب شايلينه ويعني ما عرفش مش هادر أحكي لك اللحظة اللي هي الله يرخمه الله يرخمه حركي اسم عن الحج النصر كمان أنا اسم نصر هو سمك تيمنا بالنصر بالنصر وليك أختاني اسمه شريف شريف آه ده ده توفي في تكتور من سبعة وثمانين في يوم ستة أكتوبر في يوم ستة أكتوبر فكان صعب يعني كان ذكر وكان في الاحتفال وكان صابور في كل حاجة وكان بيحمد ربنا على كل حاجة وكان فرحا هو مات برضو شهيد لأن اللي بغريق شهيد ويوم ستة أكتوبر برضو كانت احتفالية ستة أكتوبر فكان الاتنين مع بعض وسمى شريف عشان تشريفا خروجه من حرب شريف والمرفوع الرأس الله الله يرحمه عايزين يعني حاجة نصر نعرف من حضرتك لحظات بقى اللي كان بيحكيها لكم المرحوم البطل عن رفع عالم نصر وعن العبور واللحظات الأولى دي اللي أكيد الكواليس كلها عند حضرتك هو لحظات العبور دي كان بيحكيها لا محدش يارف يحكي زي ما هو كان بيحكي الحكاوي يعني وكان له طريقة كده في الحكاوي الحدي بيحكي لحد ما يقولك ما شاهو مش همشي أنا أقعد معاك لما تخلص لفها بيت لبكرة أنا أقعد معاك بس يخلص للقص يعني الحاجة ما عشان خطر حيز زريح ولا يقولك لا مش ما هيكمل لي أنا أقعد معا لأن حاجة بتتكررش أو بتحصلش لأي حد مش بلا وهي أسلوب في الحكاوي وكده في الحرب والدقة في المعلومات بتاعة الحرب ما فيش بعد كده يعني هو كان بيحكي لنا عن قصة العبور أكتر حاجة لفتت نظر حضرتك وانت بتسمع الحكاوي دي لا هو فيه حاجات كتير بس أنا أعجب لك أنا أعجب لفع العلم بالضبط أعجب لك يعني لحظة رفع لهو كان يقولك التدريب في السلم يوفر الدم في المعركة ده أكتر حاجة كان يذكرها ساعة رفع العلم التدريب في السلم يوفر الدم يوفر الدم في المعركة فهما اللي متضربوا جيدا على العبور وفر معهم الوقت والدم في المعركة هم عبروا بعد غلالة النيران والطيران وعبر القناة خروجهم على البر الشرقي القناة كل جندي منهم خد طراب من طراب أرض سينة وعطوا في جيوبه وسجد لله شاكرا إنه هو عد على البر التاني ورفع العلم لأرض سينة لا ما هو لسه مرفعش العلم ده لسه فيه خط برليف المانع العصين لسه ما تفكش لسه ما دفع المية ما فيش عد بس وخد رقل وحطوا بجيبه ده أول مشاه أول حاجة للمشاه لسه دخل قبل ما يطلعه خط برليف ولا يفتحه سطرات ولا أعمله أي حاجة طلع فهما كانوا متضربين إزاي تفادى حقل الألغام اللي موجود اللي موجود بالسمكة فكان بيجي بالسمكة في الأرض ويتفادى حقل الألغام هو ما استناش إنه هو يفتحه المهندسين العسكريين يفتحوا للمي لا يفتحوا طريق عالتبع عشان العسكري يطلع يرمي السلم الحبل السلم عشان جلود زمالته إيه يطلعوا عليه فالمنطقة دي فيها ألغام فكانوا بيطلعوا موسير ديناميت مهندسين فصعوبة الرفع من تحت الفوق أكتر أكتر من الصعوبة من فوق صحيح فالحق يطلع رحمة الله عليه أول واحد صعد قبل المهندسين العسكريين ما يفتحوا الصغراء عشان جلود تطلع عليها فمقدم ناجي الجندي هو بحبه جدا يعني في كل وقت يجب أن يذكروا معه قال اطلعوا وراء العباسي وفجروا الصغراء من فوق ده اللي فرق معهم إنهما تبقى أول نقطة حصينة يتم تفجار يتم رفع العلم من مصر عليها وطلعوا هنسل العسكريين وراء محمد العباسي ونزلوا موسيلة بنامية من فوق وفجروا وراءوا السلم وطلعت جمال في دائما هموش هو طلع يعني حتى مستبق الأحداث هم طلعين الدفع الأولى هم طلعين على ثلاث دفعات الدفع الأولى هتموت ماشي الدفع التانية هتموت بس هتاخد موقع متقدم يعني هياخدوا مكان متقدم في الأرض يعني ووسقوا مكان ووسقوا مكان لزمالاتهم اللي جايين الدفع الأولى دي ميتة خالص يعني مش عملوا حاجة هيعدوا بالبرد تاني ويموتوا فالذلك أول ما وصلوا بالبرد تاني هم مش مكان متقدم متقدم عدوا القناة أساسا فهم يموتوا في القناة أو يموتوا على ما وصلوا فالدفع التانية يتخش ايه تفتح وتفتح السد والثالتة تخش تكمل حرب فهم الدفع الأولى بكلها هو عدى الحب عشان يحكي اه عشان فرفع العلم عدوا بعد سيطرة على النقطة الحصينة طبعا باب النقطة الحصينة بيفتح لبره مش لجوه فلما الطيران المصري كان ضرب النقطة الحصينة دي وضرب برج المرعبة المدفعية كان ضربت برج المرعبة والطيران ضرب فالرمل من الضرب جيورى الاب أفل الباب على اللي جوه ففضل اللي بره بره ما عارفش يخش اللي بره زي ما هو بره واللي جوه مش عارف يطلع بره مش عارف يطلع بره لأن النقطة دي ما لاش أي منفذ إلا جوز ما وصير فوق للتنفس وبرج المرعبة ده قرى حصينة قرية حصينة من داخلها عشان خطر وزا ربما بقول في كتاب أزيه لا يقاتلون لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فهي كانت قرية حصينة ويجي دور كمان اللي هو خط برنيف يعني كانت مسكل اتنين مش حاجة واحدة بس فلما عدوا الحاجة رحمة الله يتعامل مع الجنود الإسرائيلين قال لك في أول دفعة هم يعني كان نصيبه نصيب أسد في تلاتين جنود إسرائيل تلاتين جنود إسرائيل قتلهم لأنه كان أول واحد طلع على التب ففرغ كميات الرصاص المعاه قتل تلاتين جنود إسرائيل في أول نقطة حصينة ده كان نصيبه فلما جم طلعوا المقدم وطلعوا للناس كلها مبروك بسلام عباسي مبروك ناجي ما كانوا مش بينادوا بعض يا مقدم ولا فندم ولا لأن ممنوع عشان قتل ده ما يتعرفش ده مين المقدم ومين العسكري عشان ما يعصرش ما يصبش ما يحصلوش أي حاجة فده يبقى معروف مين ده مين ده فكل واحد بنادوا وضعهم بالأسماء قالوا يا عباسي خذ ارفع العرب فطلع جاب العالم إسرائيلي وأطعه كل واحد كان أنا أصغر واحد في أولاده قبل ما تزوج الزوج الثاني هو عبر حمان وران الصغير عندما شفتهم فالواحد اللي كانت عندي قطة علام إسرائيلي شفتها أنا عندي هو خذ من خطع خطعها أطعها وخد حط ده أنا محتفظ بها لقد ما أنا كبرت أنا مولد في ستة وسبعين ربنا يديك تول طلعه فأشوف لما كبرت أنا أنت أتهدنا معيك أنا 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 بدور عليها لقد دلوقتي لأنني بقولك أنا شفتها ومسكتها وكان هو عينها عنده في البيت محتفظ بها بس إحنا كأطفال يعني كنا بنفرح بها ونلعب بها فإيه فإن وكنا بنعملها العلم الإسرائيلي والعلم المصري كنت بتلعبوا اللعبة دي بس بتلعبوا بالعلم الأصلي بقى مش عالم تعليد نعم أنا البطل بقى فمعي العلم الأصلي طبعا طبعا طب إيه أصعب اللحظات اللي مرت على المرحوم أثناء الحرب وأكيد حكا لكم عنها هو أصعب لحظة كان عاملين فرقة استطلاع فرقة متقدمة بيستطلعوا الجبهة الشرقية هما في سينة أثناء الحرب بعض العبور أه بعض العبور دي أصعب لحظة كانوا عاملين فرقة استطلاع متقدمة فالفرقة استطلاعي طلعت بينها وبين الكتيبة أكتر من عشرة كيلو طلع قدام تشوف العدو الإسرائيلي تستكشف تستكشف الموقع اللي قدامها إيه اللي قدامنا هل نقدر نتعامل معاه فيه دبابات فيه طيران فيه تسلل عساكر فمجموعة 25 واحد مش كتير يعني 25 واحد قليلين طبعا هاي كل واحد معاه عربي يهم أصلا طبعا ومقسام واحد معاه عربي جيه واحد معاه مدفع صغير يعني فرجلس ما مش كبير يعني وشوية عساكر مشابل فهم بين تلال ركس بالرمدية وتلال رمدية كده سمنوا صوت رطل إسرائيلي جاي نابين التلال دي فيه رطل إسرائيلي جاي رطل كله دبابات ويعلوهم طيارة ولوكوطور هم هما انفصلوا عن الجيش انفصلوا خلاص كده يعني كده ناشتسمعها التلال ويغنى نجدى مش هترحقه هما في المقدم وهم خلاص ما هما المطلقين يصطلعوا ويرجعوا يشوفوا إيه ويبلغوا فهم اتحاذوا خلاص كده في المنطقة دي فنعمل ايه احنا ميتين احنا خلاص كده ميتين ميتين بس مش هنرجع هنتعامل معهم مش هنجع. الحاج بقول في حتي وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَعَ كانت الدانة بتطلع كأن واحد مسكها بإيده يحطها على الدباب الإسرائيلي تفجرها. الدانة أو الأربجي يضيب كأن واحد مسكه بإيده وموجهه هناك. تشعر مدفعيتنا. ده تدريب. وقدرة الله دي نصر الجيش المصري. جنود المصريين من تدريب والحرب. أوقفوا الرتل. أو دمروا الرتل. دمروا. بالأسلحة خفيفة. بالأسلحة خفيفة. بالأسلحة خفيفة. بس ليس بالكامل. عشان برضو يبقى. ليس بالكامل لأنه أصلا البطل الطيران ضرب عليهم. فأصيبوا وحبوا يتراجعون. فأصعب موقف بقى في المنطقة أنه زميره وقعوا أدامه. ما ماتش. لسه في روح مصاب. وزميله الثاني معاه صحته شديدة. فقال له شيل معاه. زميلنا للتصاب. قال له كل واحد ينجر بنفسه. ده الزميله الثاني قال له كل واحد بقى ينجر بنفسه. فرح هو شايله على كتفه. طبعا في حاجة اسمها شدة بشهدوها. تقيلة. فشايله على كتفه بالشدة. وشابس سلاح بتاعه وبترح زميله وهو بيجري بيتضرب عليه نار. وزميله الثاني قال له كل واحد ينجر بنفسه اتضرب ومات قدامه. يا رب. فهو كان مش مصدق ازاي انا بجري وشايل حمل ده كله حمل انا وزميلي وحمل زميلي وبجري وصاحبي زميلي الشديد وقع وقع وصاب وضرب بالنار وانا جيت بزميلي والضرب كان علي انا وزميل هو المد. وزميله اللي هو نجب نفسه اللي هو اللي رفض يساعده في انه هم يحملوا زميلهم المصاب. اهه. ده يضل على انك انت في عون اخيك ربنا بيكون في عونك من كان في عونه يا اخي요 كان الله في عونك لكن هو اصيب. هو اصيب اه بس اصيب كانت اصيب بتاعته في وقت تاني اه. الاصيب بتاعته كان في حرب الاستنظاف اه. دي كان بعد الحرب Kanye بعد الاسال حربط ببشر قبل كانت في حرب الاستنظاف اه. كان الاصيب تاعته الحاجة كان bigger than بسبب حاجة معينة هم كانوا طلعوا عملوا عملية خطف هذا خطف هذا صير دي كان عدوا لبر شرق القنال عاوزين ناخد حد منهم نجيب حد منهم فقعدوا 12 ساعة تغيير هم تغيير الوردية الإسرائيلية بابين الوردية والوردية 12 ساعة فهم الوردية عدت هم عدوا عبروا استنوا ورا كومرام مستنين الوردية التانية لما تيجي بعد 12 ساعة عشاء قطر ايه يهجموا عليها فهجموا على الوردية التانية وقتلوا من قتلوه وأسروا من أسروا إلا زابط الزابط ده كان هو العسكري بفتح الدبابة من فوق بغطب تعدى الدبابة راح الزابط ده خبط العسكري فين فيمن خير فالعسكري ده قطعوا يديه ده يديه ده اتنين جزاء ان هو مدي ايده على زملهم لهم كان فيه عندهم فيه يمدي اصلا كان فيه صعوبة جدا ان احنا ما عندهاش سلاح ابني العمدة بيضرب فيه وانا مش قادر رد عليه وكان بيقولها بيمسالها بمسال دا ولكن ابني العمدة بيضرب فيه وابوه وقل لي ابني العمدة ما تجيب لاش مشكلة ده اداة بداية حرط حرب الانسلزافة ان اسرائيل ووراها امريكا ووراها الدول وعملية خطف السير دي كانت مهمة جدا لاستعدت الثقة لانه استعدت الروح للقتالية المصرية وردو معرفة المعلومات طيب انا عايزة اروح معك لنقطة يمكن والدك طبعا تحدث كثيرا عن بطولاته وبطولات كمان كتير من ابناء القوات المسلحة لكن دلوقتي بقوا هو بيعيش الأحداث خلينا نقول الفريق في تاريخ مصر قبل ما يتوقف فأكيد كان لما كان جيلوا مثلا او بيتابع أخبار سقوط الشهداء في سيناء او ازاي كان بيتابع حالة الحرب اللي انا عملانها صحيح كان محزن جدا 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 كان بيقولوكو ايه بقى بقولك ما استعدناه بالدم وياتر امر علي بقولك فيه مؤامرة كبيرة عراسين لازم ندري ونعمر سيناء لازم الشعاب يخش سيناء وينظفها لازم ندعم البلد عشان توقف على ربليها لان سيناء ليها معزة خاصة عند الحج طبعا يعني يمكن اكتر من الارض احنا فلاحين انا شغال في شغل ما بس احنا فلاحين وحب الارض ده حب سيناء بقى اكتر من حب الارض يعني حب سيناء الحج اكتر من حب الارض اللي احنا كنا بتاعتنا بتحبوها اه اللي احنا لانتو تربيتوا فيها فلاح نفسه ايه بقولك بيروي الارض بعرق وبدم سيناء بقى كانت اعزل حج من الارض اللي احنا بنرويها بقرقنا ودمنا فما وصف لكش كمية الحزن من الهائل لما بيسمع خبر عن استشهاد في سيناء وخبر عن المشاكل اللي بتحصل في سيناء في الفترة الحالية يعني ده منظر كان بيبكي كان بيبكي في العظات اللي اشوف فيها حد بيستشهد في سيناء حزن الوحيد اللي بيقوموا بنفس الدور ومشيين على نفس الدرب ويكون هو ملهم لكثير منه هو مش هو عاوز التنمية تبقى شغالة حاجة بتاعتني حاجة بتاعتي وحد ييجي اعوزي ياخدها مني حاجة بتاعتي خلاص انا استعدتها استعدت وسيطرت عليها وبعد بتاعتي خلاص ما حد ييجي اعوزي ياخدها مني لا ما حدش هيقدر لا ما حدش هيقدر بس هو يعني الحساس انه هو في حد ينزق عزقنا بردو انه بدأت التنمية تحته بشكله وباخر ان شاء الله ان شاء الله كان نفسنا يعيش بردو اللحظات دي لكنه خلص عزقنا طبعا هو اكيد حيس هتعيش معنا وموجسادة بقى في عبناء ان شاء الله ان شاء الله عاردينا وعاردينا نشكرك شكرا جزيلا الحاجة النصر وخلص عزقنا ولبنا معيك وربنا يصبرك وطبعا فقدان البطل الشهيد شكرا جزيلا نهارتين بشهدين افاصل صغير نرجع لحضراتكم مرة تانية استنونا اهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا الحديث عن كأس الامم الافريقية وطبعا تبني مصر لهذه الدورة لا ينقطع خاصة ان احنا كمان دخلنا في مرحلة الجد بعد انتهاء طبعا دور المجموعات في طورة كأس الامم وصعود منتخبنا الوطني لبلاقات جنوب افريقيا بعد بكر ان شاء الله سبت في دور الستاشر اكيد كلنا عندنا توقعات وعندنا كمان امال بان ان شاء الله الفوز يكون من نصيب المنتخب المصري ونوصل لدور التمانية مش بس لدور التمانية نحنا كمان نحوكس الامم الافريقية ونوفبت دائما تربع الفرعنة على عرش الكرة في افريقيا النهاردة يكون معنا الدكتور بمتحة رجدي الناقة الرياضي وعضو لجنة تقييم الاعلام الرياضي بنقابة الاعلاميين هنسأله كمان مصر فين في دور الستاشر والاحصائيات والارقام بتقول ايه وكمان هنتكلم عن دور الاعلام المصري والاجنابي شايفين ازاي ازاي متابعة الدورة وازاي متابعة البطولة دي وهو كمان عنده شوية اخبار حلوة خلينا نبدأ بيها كمان مع الدكتور بتحط صباح الورد عليكم من ورده صباح الورد شرف لي وسعادة بوجيدي معكم دكتور يمكن كنا برضو ان نوضح اكتر لسيدا المشاهدين يعني العضو حدركك عضو لجنة تقييم الاعلام اللجنة طبعا ايه ايه دورها ايه ايه المفاجآت اللي حضرتك مجهزه لنا هتقولها لنا دلوقتي اول شي انا اشكركم لان انتو عدتوا للجزئية دي من خلال برضو الاخبار اللي هي تم نشرها عن اللجنة اول شي انا شرف لي ان انا ابعد ونقاب صحفين دي نمرة واحد وشرف اخر ان انا يتم اختياري من نقابة اخرى ان انا اعتبرها نقابة قوية جدا بدأ بكل كوة بزد الله ان شاء الله يباليها دور مهم يختاروني ضمن العضاء اللي هم موجودين في اداء في تقييم اداء الاعلام الرياضي كلجنة مهمة اللجنة طبعا برئاسة زميلنا الاعلامي القدير الاستاذ خالد فتوح وطبعا نقيب الاعلاميين الاخونا العزيز الاستاذ طرق سعدة احد الناس اللي هي اعلامين المشهورين في ان الرياضة وتلفزيور المصري فكل ده طبعا من خلال التلفزيور المصري كوادر تلفزيور المصري وكلنا طبعا كمتخصصين اعلام بيساعدنا ان احنا يبقى عندنا نقابة قوية زي نقابة صحفين ونقابة قوية اخرى مثل العقابة العالمية طبعا النقابتين دول لما بيطلع منهم مثلا زي نقابة الصحفين جواها نقابة النقاب الرياضيين دي عددها ما يقرب من حاليا 543 او 550 عضو حاجة رائعة هي اللي بتتحكم في الاداء الجيد ولا يطلق لقب او مسامة نقاب الرياضي الا لما يبقى حد عدو في نقاب الصحفين يبقى منضم للربطة ربطة النقاب على سبيل المثال نفس القصة فيه جزء مهم جدا في رقابة العالميين وهو جزء بيهتم بربط بالإعلام الرياضي الإعلام الرياضي محتاج ضبط ضبط غير طبيعي لأننا طبعا ممكن رسالة إعلامية من خلال برنامج معين بتهيج الدولة على أخرى بتعمل مشكلة ما بين دولة وأخرى في العلاقات وفي نفس التوقيت ممكن المزيع أو حد ضيف جاي مثلا في برنامج رياضي وده دور اللي احنا بنأمله من حضرتكم الفترة الجاية وإن شاء الله يبقى دور قوي خلينا أسحرك دكتور بقى في حاجة مهمة جدا وكلنا مترقبين المباراة القادمة مصر ومنون أفريكيا وكان فيه يمكن كلام كتير على أداء المنتخب الوطني خلال المباراة اللي فاتت التلاتة بس مع ذلك احنا الحمد لله بنكسب ومنعدي رأي حضرتك طبعا فيه ناس بتتكلم عن الضرورة أن يكون الأداء جيد في نفس التوقيت مع النتيجة مصر حقاكة العلامة الكاملة طبعا تسع نقاط والحمد لله لم يدخل مرمى المنتخب المصري ولا هدف وده في حد ذاته شيء رائع جدا وخمس هدف هذا الأمر يعني شيء يعني متميز جدا ويحسب للجهاز الفني ويحسب للعبين طيب فيه بعض المدربين العالميين كذا مياري يعني قال نفس الكلام ده قال وهو بيتهاجم هو رايح عشان يلعب في البطولة معينة فبيسألهم بيقول الجماهير والإعالميين بيقولهم تحب ونلعب حلو ونرجع على طول ولا نلعب بشكل نحن نكسب ازاي عشان نستمر وناخد البطولة قاله خلاص التانية فالمهم المهم البطولة بس فيه نقطة مهمة منتخب مصر يامى قبل ذلك لعب بشكل رائع ويامى حقق نتائج يعني حقق المعدلتين وبطمح حضرتكم أنا عندي أمل كبير أن منتخب مصر كان في في الدور الأول التالت ممارات الأولى في مرحلة ممكن أقول على التالية استعداد مثلا أها يعني في مرحلة البدايات فأنا واسق أن منتخب مصر معودنا في البطولات المجمعة أن مستواه بيزيد كنحية فنية وكتجانس وكاستغلال الفرص ومعالجة السلبيات خاصة أن احنا أهم السلبيات اللي اعترف بيها الجهاز الفني للمنتخب الوطني أول شيء كان طبعا هم أكدوا أن تحسن الأداء من مهمة أجيل وهديرمزي وهم مساعدينهم طيب الأخطاء طبعا الموجودة أخطاء في خط الدفاع عدم التمركز أخطاء أخرى التعامل مع الكرات العرضية للمهاجمين أو للفرق اللي هي المنافسة بعد كده برضو تراجع المستوى في الشوت التالي ده لغز كبير بعد ذو يعني لقلة الليقة البدنية مثلا ما هو نفس القصة هل بتتتفق في الحتة دي أتتفق مع سيادتك في المزيد طبعا أنا مريش دعو أنا مش هنال بقول بسيقوله بعد حضرتك بتقول بتأكد حضرتك أني ده بالفعل رأي فني وأنا بشيد بحضرتك أنت حاجة جميلة في الجزيلي طبعا فيه تاميرات مأطوع عندنا فيه برضو تراجع مستوى أو عدم ظهور ومستوى عبدالله السعيد وأنني بالمستوى اللي احنا كنا عارفين عنهم قبل كتا وده يخد بقى لفكرة خط الوسط اللي هو بين الكرة بلو فيه مشكلة في نقل الكرة من صحيح وخط الوسط هو يمكن علي أكثر الهجوم خط الوسط طبعا خاصة لما أنت بتتكلم يعني كتشكيل خط الوسط بيبقى فيه مثلا محمد وطرح حامد وتنزيجي وعبدالله السعيد محمد صلاح وهم يعني أهم ناس عنده كل طبعا كل حد في المنتخب الوطني مهم مهم طبعا لكن خط الوسط لما بيتم ضبطه بشكل رائع جدا لأنه هو خط وسط بيربط زي ما ما احنا عارفين ما بين الهجوم والدفاع هذا الخط مدام تم ضبطه فخلاص عرفت تسيطر على بتبني هجمه ازاي وفي نفس التوقيت بتبني هجمه عليك الزي صحيح الهجمه المرتد يمكن تكون منظمة بداية من المرمى الآخر فده شئ يعني جميل وده بيقودنا ان احنا بنتوقع التشكيل القادم للمنتخب الوطني يكون ايه امام جنوب افريقيا كالتالي محمد الشيناو طبعا في حرص المرمى بعد كده في الدفاع عيمان أشرف وإحمد حجازي محمود علاء محمود علاء أحمد المحمدي خط الوسط محمد النيني طارح حامد محمود ترزيجي عبدالله السعيد محمد صلاة في الهجوم مروان محسن كل ده طبعا أنا متوقع أن رغب الهجوم خلينا نقول على بعض اللاعبين ومنهم مروان محسن مروان ليه كثير وعليه كثير في ناس في بعض المحلين مش عايزين نقصوا على مروان لسبب بسيطة نحن كنا نأمل منه الأكتر لان احنا يعني لا مش هو تحديد أنصب فيه أكتر من العيبهم عبدالله السعيد يعني أنا وجهت نظري برضو اهتاحت الفرصة حتى لوقت معين لأحمد علي ده مهم خاصة لما بيتح الفرصة لأحمد علي بتربك الآخرين لأن الآخرين ما عرفوش يدرسوا أحمد علي بالشكل اللازم فلذلك الرقابة عليها بتبقى ضعيفة الرقابة عليها ممكن تتوقع الرقابة غير محكامة وده بيرجعنا للبطولة اللي هي 2010 لما شفنا محمد ناج جدو كان أهم بديل طيب كان أخطر بديل في هذا التوقيت وكان الهدف للمنتخب الوطني طيب ليه أنت كسبت به لأن أنت فجأت به المنافسين والمنافسين ما كانواش منافسين عاديين صحيح ده اللي كان غانا كود ديفوار نيجيريا الكاميرون الناس دي كلها فلذلك أنت لما بتحط عنصر مفاجأة أمام الآخرين أو المنافسين الآخرين فهذا العنصر بيربكهم بيربك حساباتهم بيربك الخطط الخاصة بيهم فأنا وجد نظري المتوضع وهم أكيد ممكن يدفعوا بحمد علي في فترة من الفترات فده بيربك حسابات الآخرين الآخرين طيب توقعت حضرتك لماذا المباركة ده طبعا نتيجة يعني كان نتيجة حسب جنوب أفريقيا فريق برضو مش سهر لرغم ضعف المستوات في هذه البطولة بس خلينا فيه فيه ممكن فرقة تبقى مش سهلة لكن بتعرف تتعامل معاك ازاي ولذلك معظم المطشاط اللي انت لعبتها معاهم طوال تاريخ مصر وجنوب أفريقيا ما تشط ما كانش لحسابات بس يحسب لك انت أول مباراة رسمية بينك ما بين جنوب أفريقيا كانت في جنوب أفريقيا نفسها في كاس الأمم الأفريقية عالفين قصدي سيتة وتسعين كانت بعد معادة الأفريقيا بعد التفريق العنصر اللي كانت هناك والموال الكبير اللي كان هناك فهم انت فست عليهم بهدف أحمد الكاس في دور المجمعات يمكن الهزيمة الوحيدة اللي هما اللحقت بيهم مصر هزيمتهم هنا المطش التاني كمان بالتبرير السحيرة بتاعت حزب إمام المطش التاني في 98 فوزنا عليهم 2-0 مهدفين أحمد حسن في مركينة فاشة طبعا هذه البطولة وطنق مصطفى حتى لو أنت كان لديك تسع لقاءات ما بينهم بينك ما بينهم ما بين ودي ورسمي وتسع لقاءات دول فيهم تعادل بس لكن أنت متفوق هم متفوقين طبعا غير الأمور المختلفة الأخرى اللي هي لا فأنت محسوب لك رسميا متفوق عنهم طب يعني توقع طبعا اكتياز مصر لهذا الدور والفوز هيبقى بفارق هدف يعني ممكن 1-0-2-1 هكذا وممكن يبقى تنسف لكن مش هتزيد عن كده الكصة يعني لو كده مع الاحتياط الواجب أن أنت من المفترض أن تعمل حسابهم لأنه مهم منتخب صعد كأفضل ثالث في مجموعتهم فأفضل الأمر محتاج لأ دراسة قوية وأنا واثق أن الأسبوع اللي هو ما بين المباراة الخاصة بأغندا ومصر في يوم الحد الماضي وما بين المطش التاني يعني أسبوع كامل أهو أكيد الدرس كويس وبالفعل أقول لحضرتكم أن مصر أو المنتخب الوطني يدرس منتخب جنوب أفريقيا من خلال أربع شرائط لأخر مباريات جنوب أفريقيا في البطولة وشريط آخر خاص بالمنتخب جنوب أفريقي قبل البطولة سؤال أخير في دقيقة تقييم الإعلام أو حركة طبعا أكيد من خلاجنا أو بشكل شخصي يتبعوا لإعلام العالمي الإعلام العالمي الغد هو متجفين فيما يتعلق بالمستوى الفني للبطولة المستوى الفني لمنتخبات وأيضا ما يتعلق بالتنظيم كمان بالنسبة للتنظيم أنت أبهرت العالم بشكل غير طبيعي ولذلك ديلي مرر وكانت نبال العالمي الأخرى بي بي سي كل الوكالات يعني مش عايز أذكر يعني مش عايز أنسى لأن الوكالات كثيرة جدا أنت أبهرت العالم وهو اللي حظتهاك معلومة مهمة أبهرت العالم من خلال نظام الدخول الجميل اللي هو خاص بتذكرت هذا النظام الرائع اللي وراه اتنين مهمين جدا اللي هو خالد كمان أبهرت العالم أنت ما جهستش ست ملعب بس ولا ست استداد أنت جهست ستين ملعب وستتين قصد تلاتين ملعب لإيه لأنت عندك ست استدادات اللي معروفة اللي هي بتصدف الست مجموعات فيه كمان 24 ملعب آخرين واستاذ بيصدف لأول مرة دي ما كانتش موجودة حتى في كاس عالم ولا كاس أفريقيا قبل كده ملعب لكل منتخب 12 ملعب منه المجوة القاهرة و12 تاني لكي يتضربوا عليهم يتضربوا عليهم لكنت حتى في هنا مصدفين يمكن أيضا المسؤولين على استداد بيترو سفورت وحكولنا برضو أنه قد دي كانوا مزنونين في الوقت لأنك مطلوب منهم رفع المستوى أيضا زي الملعب الرسمية البطولة فطبعا حجم إنجاز كبير خلينا نقول أو حجم عمل كبير خلينا نقول حجم عمل غير مسبوك وده بيمثل تحدي فطبعا تحسب لمصر والقادية السياسية اللي هي جابت البطولة محدش جابها غيرها خاصة أن أنت بيتنظم البطولة السندي في نسختها رقم 32 والجميل أن توافق رقم 32 هو نفس الرقم الخاص بدورة الاتحاد الأفريقي في دورة السياسية صحيح مشكرا شكرا جزيلا دكتور ما تحتنوارتنا يا فندم مشارفتنا عفر فندم شكرا يا دكتور ومشكرا ودي حلقة التأخر والأسبوع إن شاء الله تكون أجازة سعيدة سعيدة يا رب إن شاء الله نشوفكم بكرة إن شاء الله على قويم السبت على قويم السبت على قويم السبت وصحة وسلامة